افلام الخيال العلمي التي تظهر فيها الآلات وكأن لها عقل وتريد الانفراد بحياتها الخاصة كانت البدايات لما يعرف باسم الذكاء الاصطناعي الذي يعرفه البعض بأنه الذكاء الذي تستخدمه الآلات بما يحاكي القدرات الذهنية للبشر ويراه البعض بأنه علم وهندسة صنع آلات دكية مبرمجة على فهم وتحليل الأشياء واتخاذ القرارات المناسبة كما يحدث في العقل البشري لكن هل تحل الآلات يوما ما مكان الإنسان؟ دراسة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية أكدت أن الذكاء الاصطناعي قادر على تولي كل الوظائف البشرية في غضون 120 عاما مقبلة فهل تعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الذكاء البشري؟ ترجمة نانسي قنقر